كيفي؟ كيفي؟ مزيوك يا جماعة عاملين ايه يا رب اكونوا خير؟ النهاردة يا جماعة عن اتكلم عن موضوع مهمه جدا هو موضوع زعر عبو بنورة عبو الشحرورة اللي عملوا في الاول الاخيرة بسبب الطريقة الصحيحة لترتيب الكلاب طبعا زعر نسبب زعر كبير جدا ومراقبين وطبعا للأسف 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 الناس بتمشي ورا كلامك كنا دا انا اتكلم عنه النهاردة وانعرفك ايه هو الزعر وايه هو الكرسى اللي هو عاملها لابو بنورة بتاع كناوات البهيرة تبعنا عشان تعرف ايه هو الكرسى وهو الزعر اللي هم سببه لمربيين الكلاب وطالع عمال يمدح في نفسه وبيقول هاولوك عالطريقة الصحيحة يا ريت متفوتش الفيديو لو انت اقوموا تشغني النهاردة انا ابو مصطفى الصاحب كنات فيرس كابل كلاب تغرب وعلاك الكلاب ويا ريت تشترك وتفعل زر البرس للكل عشان انت وروح كله متفوتش الفيديو ويعايد رس كلاب تحت الناس اللي مش كمعات هنا تحت الجميع مربين الكلاب وقت الكلاب في مصطفى وطلع عربي تحياتي بلد مياه يا ريت متفوتش الفيديو جديد طبعا يا جماعة بقلنا حوالي شهر داخلنا على شهر ما نزلناش في الدوائر باني طبعا كنت بعمل زي ما قلته حضراتكم مشكلة صباع اللي هو الوطر ومشكلة الرقبة او الكوع ولا ايه اسف عندي في المصامير والشبايح طبعا كنت بقى قاعد بقى بتفرج على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده من بعيد وليل اسف قابلني فيديو او بنورة كان جايده كلب الله اعلم كان جايده ولا هو بتاعه وما تعرفش والكلب يا ولده كان في اللحظات الاخيرة من مشكلة الاحتباس الحرار وطبعا كان بيقول كارثة كارثة للمربيين وكارثة للناس وكارثة للناس اثناء فترة الصيف والحرارة الشديدة والرطوبة العالية اللي الناس كلها هو بيقول كده اللي الناس كلها بتعمل كارثة علشان ترطب على كلابها بيتموت كلابها طب ازاي بو بنورة بيقولها في طريقة الصحيحة وطريقة سليمة عشان تقدر ترطب على الكلب بتاعك وهو الوحيد اللي يعرف الطريقة السليمة دي والصحيحة دي وما فيش دكتور ولا غاوي ولا مزرع ولا قناة هتقولك الطريقة الصحيحة ده طبعا على لسان كلامه وطبعا جاب الماكرافون جنب صوت الكلب والكلب طبعا يا ولده بوز والكلب بقى كدني ميت يعني هو الكلب نايم في الارض تمام؟ وطبعا لا حول به ولا قوة الكلب الله اعلم بتاع عميل عنده ولا زبون عنده ولا واحد يقوله ولا ولا الله اعلم دي بش قصتنا القصة اللي هو بيعمل زعر للمربيين واغوات الكلاب اللي هو بيقولهم في طريقة سليمة وصحيحة هو الوحيد اللي يعرفها وهو هيقولها في الفيديو وهو قالها يعني اللي هو الناس كلها بتمسك الخرطوم بتضرب على الكلب مباشرة عشان تلطب عليه انما هو بيقول لا الطريقة دي غلط وفي طريقة صحيحة وسليمة عشان تلطب على الكلب اثناء فتر الدرجات الحرارة والرطوبة العالية والكلب ده جماعة بيقول على لسانه اللي هو ما عندوش احتباس حراري ام جاب المكرافون عند بقه وقال لك ده شوف السوق بتاعه عامل ازاي طبعا الكلب بينهج جامد طبعا الرئة من كتر الاحتباس الحراري مضغوطة بيقول لك لا ده عنده اتهاب رئمي او عنده اتهاب في الرئة وهو اداره على علاجاته مش عارف ايه وهو هيقول على العلاجات في الفيديو اللي بعد كده المهم طب ايه يا الطريقة الصحيحة قل لك ازجوره علي هقول لكم الطريقة الصحيحة ومفيش دكتور ولا غاوي ولا قناة هيعرفوا الطريقة الصحيحة بتاعت رش الكلاب وترتيب الكلاب لكني اصبح دلوقت في عالمنا طريقة صحيحة يا ابن نورة هو الوحيد اللي يعرفها هو الوحيد اللي يقولها الأن وهو الوحيد اللي هينقذ كلابنا من الاحتباس الحالي لان كلنا ماشيين في خلط وهو الوحيد اللي عنده طريقة صحيحة وسليمة لأنها ارشادات لأنها ارشادات الامن الحيواني او الامن الكلابي او الامن بتاع ابو منورة هنسميه الامن بتاع ابو منورة لترتيب الكلاب وبيقولك فيه قناوات هتاخد المعلومة والفكرة وهيقولوها ومشعرفه وربنا سألوه او انت عندك مشكلة مع الناس لما تاخد الطريقة الصحيحة والسليمة وتنشرها ولا انت عاوز تحتكر كل حاجة طيب نيجي بقى عشان ما انت تقولش عن احضاراتكو ايه الطريقة الصحيحة والسليمة لترتيب الكلاب اللي هو قال عليها ابو منورة للأسف لما يكون فيه بناء ادم فاكر نفسه اللي هو فاهم كل حاجة تأكدوا تأكدوا اللي هو ما عامش ولا حاجة ايه هي بقى الطريقة اللي وجول عليها اللي انت تمسك الخرطوم وترش عالحطام مية تمام اثنائك دو العالي ده والحرارة العالية دي والشمس العالية دي ترش عالحطام كاميرا فيها توضع ترش عالحطام مية تغرق الحطام كلها مية تمام وتغرق الارضية كده تند الارضية قال لك هي دي الطريقة الصحيحة والسليمة لترتيب الكلاب عشان الكلب ما يجولش احتباس حراري او الكلب ما ينهاجش او الكلب اللي هو ايه رد طبعا نفسه هو ده الجهل بقى بعيني هو ده الجهل بعيني اكترية معظم سكان الكرة الارضية في مصر بيعملوا نفس الخطأ ده اكترية سكان الارضية كرة الارضية بتاعتنا في مصر بيعملوا الوضع والغلط ده لانهم معتقدين ان لما يجيب الخرطوم ويرش الشارع او يرش المزرعة او يرش عنده الجدران يبقى هو كده بيعمل عملية ترتيب للجو ولما للأسف بتاعتنا بتعملش عملية ترتيب للجو الا ايزا الا ايزا دي في الاخر افتكرها كده بتعمل عملية ايه ضخ ضخ او انتصاص للجدران للترتيب بعد ما الجدران دي الماية اللي هي شربتها هتنشفها في عشر دقايق او في ربع ساعة تأكد لها تنشفها في الجو العالي ده والحرام العالي ده والرطوبة العالي ده هتنشفها بسرعة طيب بعد ما تنشفها الجدران سواء طوب او محارة او اي حاجة هتكون عبارة عن جمرة من النار يعني هتطلع لك رطوبة اعلى ليه لان حضرتك بكل سهولة وبكل عوضة يا ابو بنورة لما رشت الجدران الجدران كتعتشانة هات الصورة هات الصورة ايه الجدران دي كتعتشانة انت عملت ايه الجدران شربتها مية لما شربتها مية بيش بكفاياتها او بيش بنفسك بيش بالكمية المسموحة اللي انت علميا تكتهالها بعد ما الجدران دي بعد عشر دقايق وربع ساعة ونص ساعة الجفت الحطة دي الحطة دي انا كده حديد كده عليها عادية دي امر طبيعي لو انت رشت مية على الجدران دي والارضية دي تمام؟ ونشبت بعد ما كانت فيها سن التراوة وسن الترتيب الجدران والارضية دي هتكون عبارة عن جتلة من النارات ليه؟ لان هي اصبحت جفت اتحمصت بالبلد حق بتطلع حرارة ازياد من اللازم ليه؟ لان الجدران ضرب فيها الشمس او الحرارة المرتفعة او الرطوبة والجدران اكدناها عاملة زي المطور بتجري علشان تنشف اللي عليها بسرعة طب بعد ما تنشف اللي عليها بسرعة طب بعد ما تنشف اللي عليها بسرعة وقبزلت جهد الحرارة هنا الجدران هنا بحاجة ربانية الجدران هنا خدت كل القوة علشان تنشف وتحمص المية دي هات انت كده شوية حالة هات هات حالة كده على النار بالبلد وخلي الحالة دي حطها من غير زيت ولا اي حاجة حطها على النار او هات طبق عشان عرفت بس يعني علميا وبعد ما تنشف اللي عليها وبعد ما تنشف اللي عليها حط عليها كباية مية مش هقولك مش هقولك نقطة مية كباية كده صغيرة من المية بعد ما الحالة تكون سخنة خالص ومتلحلبة خالص وهي عمار شغالة حط عليها شوية مية كده المية دي بش هتلاقيها في الحالة ليه نشفت جفت طب بعد ما جفت خلت الحالة دي الالمونيا دي او الاستلس او الحديد دي بقت شديدة من اللهلبة بقت جمرة من النار ليه؟ لان النار استفزت المية والمية استفزت النار عملت وفاعلت عضودي مع بعض بس سلبي هنا الحالة تحرقت تمام؟ من المية لان نشفت خالص وبعد ما نشفت مفيش حاجة تبرد لها تاني بقى دي الطريقة الصحيحة اللي انت بتقول كارسة ان المربين بيستخدموها؟ يا حبيبي انت متفهمش يعني ايه؟ طريقة صحيحة وطريقة سليمة انت ماشي اللهوي وانا كنت واحد من دم اللي يعني الناس اللي علوك انا ومحمد ياود اعوز بالا من كلمة انا وناس من اسكندريا كتير من ايمي تجي خمس ست سنين ست سبع سنين وتمان سنين كمان لما كنا بنجيلك ونعرفك وندولي يا فاهم ايه واش عارف ايه في غاوي كلاب في مصر فاهم يقولي ان فاكر محمد ياود لما سألك قالك يا ابو بنورة ايه افضل معاد لتجاوز الكلاب اتذكر من النتاية ايه افضل معاد قلته افضل معاد بالليل ويكون الكلب واكل يكون الكلب واكل افضل حاجة للكلب لما يجي يتجاوز النتاية لما يكون الكلب واكل عشان تعرف اللي انت ما بتفهمش فاكر السؤال ده وفاكر الرد بتاعك وقال لك ايه هو وقال لك لا ازاي طبعا محمد يقود بالنسبة لك كده مربي صاح كده قال لك لا ازاي ده الكلب المفروض ليكون على معدة فاضية عشان اعرف تجاوز وهو ده صح عشان ما يرجعش تقول له لا الكلب لازم يكون واكل ويكون واكل كويس قبل ما يتجاوز ازاي ازاي ابو بنورة عشان بس بنخشش في كزا نقطة يعني تمام كده يا جماعة اوعد اوعد طبقوا الفكر بتاع ابو بنورة الغلط ده لان طبعا فكر غلط ويا جماعة الموت والحياة التعربونها مهما تعمل مع كلبك تحميه من الاحتباس الحارجة تبيع تحميه من البارف ومن الدستامبر من ده من ده من ده في كلاب يا جماعة بتبقى اصلا مناعتها ضعيفة مهما تعليف منعتها بتعلم بس ترجعت زي ما هي تاني زي البناء ده من نحيف مهما ياكل هو نحيف انا من هنا للسنة الجاة لو كانت مش هدخم ليه انا النمو بتاعي كده فيه بنا عدم تاني في نفس الهيئة بتاعتي اول ما ياكل ويش عارف ايه يعرض ويدخم فيه دي جيناتا جماعة يا جماعة الموت والحياة ده بتاع ربنا ممكن تبقى انت مهتم بكلبك جدا ومتحميه جدا وكويس وفيتاميناته وش عارف ايه هو كلبه واحد مش مجموع الكلاب بقى وبعد ده كله تصحى الصبح تلاقي الكلب مات احتباس حراري هو انا النهاردة لانا باجه اقولك الوقاية من الاحتباس الحراري ونعمل كزا ونعمل حط لامون ونحط مش عارف ايه وندي وندي فيتامينات وندي ونأكن صحى انا اصحيت الصبح تلاقي الكلب مات هلا اقول ايه ده ازاي انا بدنا مديني الوقاية ده روح يا جماعة ده روح انتو فين يا مؤمنين يا اخوة اقباط انتو فين اديني اللي هو الوطن للجميع ده روح ما تزعلش عن الروح اللي هي ماتت منك ماتت منك عن اهمال يبقى انت تزعل اللي انت قصرت في الروح بس انت لعتشين الوز مش اللي انت مثلا حطته قاية وعملت فيتامينات واكلت سليم والكلب باك منك تزعل هو عينها عم لازم نزعل بس مش تزعل اللي انت بقى هتموت وتعايت وش عارف ايه لا ده روح معرضة في اي وقت للموت زي البنا ادم يبقى ماشي الصبح في اي وقت مات يبقى اول ساعد معاك مبارك ويندهو عالي في الجامع ان الله قلت له رجع فلان فلان ايمان ده اسباب ومسببات في الاول في الاخر كلنا هموت مدام روح يبقى انت كمؤمنين ما نزعلش اللي فيه الروح ماتت على الارض وكمان خاصة كمان النهاردة عشان ما نخشش الامور سياسية وكمان عشان موضوع النور وكده ده حاجة هنبقى نتكلم عليك فتوك بعدك يبقى النهاردة حلقتنا اللي انت يا جماعة احذروا من الجهل ده احذروا احترسوا من المرابين وقوات الكلاب قاله هو هلاء امسربوا بنورة وغيره يقولك الطريقة صحيحة وطريقة سليمة يا حبيبي الكلب الكلب عشان ترتب له منطقة ترتب الكلب اللي هو الكفوف اللي هي ايده من تحت رجله من تحت غرق مية زي ما احنا عاملين كده تعالى كده كاميرا توضح احشوا بقى جوليا شو بقى جماعة اه اروانة فيها مية والكلب بتحط رجلها في المية وبتغرق هي الكلب بتحط رجلها وبعد او بتحط رجلها بتبقى فيه مية بيتلعها على الارض هو ده الترطيب هو ده الترطيب تعالى هنا تاني انه ما ينفعش بقى اغرق الحيطان واغرق الارضية ووش عارف ايه والكلب لا يا حبيبي لا الكلب عشان تقول لي الكلب يحصر له احتباس حراري لما اغرقه ايه العبض الكلب ممكن يجيله احتباس حراري او اي حاجة من ارتفاع درجات الحرارة مفاجئ مهما تعمل مفاجئ ما بيميز لو الله لو لو جاره عنده يوم ومنعته عالية ازدادة على اللزوم وهيموت هيموت لو كلبه عنده عشر سنين او خمس سنين ومنعته عالية وربنا اريد اللي هو هعاوز ياخده ويموت هيموت بس احنا بنعمل ايه بنعمل اللي علينا مع الحيوان بتاعنا عشان احنا يبقى اردام ربنا مع الصناش يبقى يريد يا جماعة مفيش حاجة اسمها نردب على محطار ومش عارف يا جماعة لا انت كده بتعمل عملية ترطيب اعلى بتعمل عملية رتوبة عالية مش ترطيب بتعمل عملية رتوبة عالية وعايز علميا ياوبا النورة تفهم اللي انا بقوله زي ما انا قلتلك اعمل بلدي هتحلى واعمل زي ما قلتلك او جب جهاز الرتوبة ياوبا النورة واعمل ايه درجة الحرارة عندك قبل ما انت ترش وايه درجة الحرارة بعد ما المكان يجف هتلاقي درجة الحرارة لو هي 40 قبل ما انت ترش نزلت ل38 كمام طيب بعد ما المكان جف بقى من المية اللي انت عملتها درجة الحرارة بعد ما هي كانت 40 هتوصل معاك ل43 و50 شفتي بقى كمام ولو وصلك معاك ل40 زي ما هي رجعت 40 زي ما هي ركز معاك لقى الرتوبة عالية خارس الجو الشمسة الشمس ده الجلم بتقزش منه الجلم بتقزي من الرتوبة العالية واحنا بنتقزي من الرتوبة العالية ممكن يكون الحرارة شديدة جدا بس ما بيش رتوبة الجو حد بتقدر تستحن هو اللي يميز اللي يميز الحيوان عندنا اللي احنا بنعرق الحيوان ده لو بيعرق هات كده هات كده هات جوليا كده شوف جوليا عاملة ازاي تتنايمة مهنجة بص بص درجات القلب عاملة ازاي التنفس عاملة ازاي لو انت بقى رشتك الحيطان ومش عارف بقوم مع عادين كده هون انت كاي بيبدو الروب ياريت في المعلومة وصلت وانتظر الفيديوهات الجاية ان شاء الله بعمر الله كيفي؟ تعالى تمام كده يا جماعة يا رب كل فيديو عباكو تحدي بدينا عشانك على الخير اي حد عاوز اي حاجة تحتمل في وقت